السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة الوطن الجزائرية تحييكم في أخبار الاقتصاد أهلا بكم وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سونتراك مؤخرا على عقد مع شركة دولية بيتروفاك للشروع في تصليح الوحدة الانتاجية الثالثة لمصنع تيجنتورين والمتضررة من الاعتداء الإرهابي الدولي على الموقع منذ أكثر من سنتين وكانت الجزائر أكبر الدول تضررا من الاعتداء الإرهابي الدولي على المنطقة بعد أن تراجع مستوى عائدتها من صادرات الغاز بأكثر من عشر بالمئة سفاصل أكثر حول هذا الموضوع في هذا التقرير بعد أن كان مشروع عقد التوقيع مبرمجا منذ أكثر من سنة اذ تزمن توقيع هذا العقد مع تراجع إنتاج أكبر موقع غازي بالجزائر والذي يمثل ثمانية عشر بالمئة من الصادرات الإجمالية للجزائر من الغاز حيث تعطلت مشاريع تعزيز القدرات الإنتاجية للآبار الغازية المتواجدة بيتجنتورين بعد رحيل الشركات الأجنبية البريطانية بريتش بيتروليوم والنرويجية ستاتويل لمدة تجاوزت السنة مصادر إعلامية أكدت أنه تم بموجب العقد الموقع الأسبوع الماضي إسناد مهمة تصليح قطار الإنتاج الثالث للشركة الدولية بيتروفاك والناشطة في الموقع في إطار الشراكة التي تجمع بين سوناتراك وبريتش بيتروليوم وستاتويل في الإطار نفسه أوضحت ذات المصادر أنه في انتظار تصليح الوحدة الثالثة يبقى إنتاج المصنع محدوداً حيث لا يمثل سوى ثلثي الطاقة الإنتاجية الإجمالية ويتراوح الإنتاج الحالي حسب المصدر نفسه بين 16 إلى 18 مليون متر مكعب يومياً مقابل 30 مليون متر مكعب يومياً قبل الاعتداء المسلح على الموقع والذي خلف أكثر من 30 ضحية وتبقى الجزائر تدفع لوحدها ثمن الاعتداء على مصنعة جنتورين الذي ينتج حوالي 12% من الإنتاج الإجمالي للجزائر بعد أن تحملت شركة سوناتراك الأعباء المالية لعودة الشركات الأجنبية والتي تضاعفت أجور عمالها بعد ارتفاع معدل المخاطرة في الجزائر كما تحججت العديد من الشركات البترولية الدولية بعودة عدم الاستقرار الأمني للمواقع النفطية بالجزائر لتغيب عن المناقصة الدولية الرابعة والتي كانت الجزائر تعول عليها للنهوض بالإنتاج الوطني من المحروقات توقف اليوم عمال مؤسسة الإسمنت بالشلف عن العمل احتجاجا على قيمة منحة النجاعة التي وصفوها بالهزيلة مقارنة مع ما تم منحه لنظرائهم ببقية المؤسسات التابعة للمجمع الجزائري لإنتاج الإسمنت فيما بررت الإدارة قرارها بعدم تحقيق المؤسسة للأهداف المسطرة في الإنتاج خلال سنة 2000 يومان قبل انطلاق صالون الدولي لسيارات بالجزائر تؤكد الوكالات الممثلة لمختلف علامات السيارات المسوقة في الجزائر على العديد من المفاجآت تعمل على استناد عليها من أجل دفع الزوار إلى اقتناء منتجاتها من خلال الاعتماد تارة على تخفيضات المقررة في الأسعار وأخرى على وعود بتخفيض أجال التسليم أو استحداث إجراء التسليم الفوري للسيارة المقتنات وتعتمد غالبية العلامات المشاركة في طبعة الثامنة عشر في الصالون الدولي لسيارات بالمقام الأول على مجموعة من التخفيضات في الأسعار لجلب أكبر قدر ممكن من زبائن وتحقيق أعلى نسبة من المبيعات على مدار الأيام التي تمد عليها التظاهر إلى الاقتصاد الدولي إذ قال الرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم إن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا سيزيد بنسبة 3% إلى 6.70 جنيه استرليني ما يعادل عشرة دولارات في الساعة وهي أكبر زيادة بالأسعار الحقيقية منذ 2008 وسيبدأ سوريان الزيادة التي وصفها كاميرون بأنها تشير إلى قوة الاقتصاد البريطاني من أول أكتوبر 2015 وكانت الحكومة البريطانية قد زادت الحد الأدنى للأجور بنسبة 3% أيضا في 2014 لكن تراجع التضخم بشكل أكبر في 2015 إذن مشاهدين وصلنا إلى نهاية النشر نشكركم على طيب المشاهدة السلام عليكم اشتركوا في القناة